موسيقى منذ أول خطوة لدخول الشباب للحياة الجامعية تبدأ الأحلام بالتجلي يقضي أربعة أعوام من عمره بين أروقة الجامعة وفي قاعاتها ينهل منها العلم والمعرفة وفي لحظة التتويج والتخريج تكبر الأحلام وتزهر فحلم كل خريج وظيفة في تخصصه لكن ماذا عن واقع سوق العمل؟ ماذا عن احتياجاته؟ وماذا عن سنين الخبرة المطلوبة؟ تبدأ الفجوة التي تصدم الغالبية العظمى من الخريجين بما تم دراسته وبما يحتاجه سوق العمل جاءت فكرة لقابات صحفية لطلبة الأعلام في الجامعات الفلسطينية في الدفعة الغربية ووقي طاع غزة لتعزيز مفهوم العمل النقابي لديهم ورفضهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل المسؤولية الواقعة على الطلبة كبيرة لكن ما أجملها أمام ممارسة الشباب للديمقراطية على أرض الواقع وفي جامعاتهم أهلا وسهلا بكم في واجه الشباب عودة جديدة لكم مشاهدين برنامج واجه الشباب تقدمه لكم الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب في يالارا في حلقتنا اليوم سنتحدث عن دور النقابات الصحفية الطلابية في دمج الشباب في سوق العمل للحديث أكثر حول قضيتنا اليوم يسعدني أن أصديف الأستاذة جمان قناس أستاذة الإعلام في جامعة بيرزيت ومنصقة مشروع تواصل في الجامعة أهلا وسهلا بك والسيد منتصر حمدان عضو في نقابة الصحفيين وصحفي والسيد نزار حبش مدير أكاديمية وطن التدريب وتطوير القدرات الإعلامية والشابة مرام ناصر متضربة سابقة في مشروع تواصل وصحفية على رأس عملها في هيئة الإذاعة والتلفزيون أهلا وسهلا بكم جميعا قبل الخوض في الحديث دعونا نشاهد هذا التقرير معا للزميلة يافا نجاجر يمثل برنامج تواصل الإعلاميون الشباب يدافعون عن حقوقهم نقلة نوعية لطلبة الإعلام في الجامعات الفلسطينية في كل من بيرزيت والعربية الأمريكية والنجاح الوطنية وجامعة فلسطين التقنية في الضفة الغربية وجامعتي الأقصى وفلسطين في قطاع غزة إضافة إلى جامعة القدس المفتوحة بفرعيها رام الله وغزة بال2018 بلشت فكرة إنشاء نقابل الصحفيين الشباب في الجامعات الفلسطينية هي فكرة رائدة وممكن تكون الأولى من نوعها بالعالم العربي ما كان سهل تطبيق الفكرة على الأرض الواقع بالعكس واجهة عقبات أهمها أنه الفكرة جديدة والشباب ما عندهم تجارب سابقة في المشاركة في الانتخابات ولا في ثقافة العمل النقابي وتحمل المسئولية تجاه زملاءهم وترتكز فكرة التواصل على تشكيل نقابات لطلبة الإعلام في جامعاتهم بهدف تطوير العلاقة المهنية بين الطلبة والقيادات الإدارية عبر ما يتلقونه من تدريبات وفرص الحوار إضافة إلى زيارات الميدانية لمؤسسات الإعلامية والحقوقية ومحاورة المسؤولين فيها حول قضايا ترتبط بالأطر المهنية والحقوقية لطلبة الإعلام حقق مشروع تواصل الذي تنفده مؤسسة بيلارا بالتعاون مع عدد من الجامعات على المستوى الوطني خصوصا في مجال كليات الإعلام العديد من المنجزات من ضمنها توعية الطلاب بأهمية العملية الديمقراطية وكذلك بالعملية الانتخابية بما في ذلك قانون النقابات وقانون الانتخابات وشروطها وكل ما يتعلق بهذه العملية أيضا أنه أسهم في رفع منسوب التغيير والمبادرة عن شريحة عريضة من الشرائح المستهدفة في إطار الأنشطة المشروع وإسعى تواصل الذي ينفذ بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والعديد من المؤسسات الأكاديمية والأهلية إلى خلق قيادات شبابية تؤمن بالعمل النقابي كأداة لإحداث التغيير عبر رفضهم بالمهارات المهنية إلى جانب ما يطلقونه في الجامعات وذلك لغاية تعميق الصلة بين الشباب وسوق العمل وتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والانخراط الإيجابي في ميادين العمل ويستمر العمل على توسيع قاعدة الطلبة والجامعات المستهدفة من خلال توقيع شراكات جديدة حيث تطالب العديد من الجامعات بالانضمام لهذا البرنامج الرائد ضرورة أن يتم دمج خريجي كليات الإعلام في سوق العمل هذا الدمج لا يأتي إلا من خلال سقل مواهبهم ومهارتهم باعتبار أن كلية الإعلام هي ضمن الكليات النوعية التي تعتمد بالأساس على تطوير مهارات وسقلها بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات سوق العمل لذلك نرى نحن في كلية الإعلام أن فرص التدريب المتاحة لخريجي كليات الإعلام في كل مؤسسات المجتمع المدني من مراكز ومؤسسات سواء محلية أو دولية هي تعمل في إطار تطوير مهاراتهم مما يساعدهم في إيجاد مجموعة من فرص العمل خاصة وأن العمل في وسائل الإعلام التقليدية أصبح محدوداً وبالتالي هذه الفرص التدريبية تفتح مجال العمل الإلكتروني من خلال فتح مراكز لصناعة المحتوى مما ينعكس على مهارتهم نجد أن الجامعة وكلية الإعلام عملت على تطوير مجموعة من الشراكات مع مجموعة من المراكز التدريبية منها مركز بيلارا مثلاً أو نقابة الصحفيين الفلسطينيين أو بيت الصحافة الفلسطيني وأوجدنا مجموعة من البرامج التدريبية التي انعكست وما زالت مستمرة لتطوير مهارات خريجي كليات الإعلام في ظل ارتفاع معدلات البطالة وصعوبة الحصول على فرص العمل لخريجي الصحافة والإعلام فإن تواصل وغيره من برامج التمكين المهني والنقابي لطلبة الإعلام يمكن أن تساعد على خلق فرص جديدة إذ تشير التقارير إلى أن تخصص الصحافة والإعلام من أحد التخصصات التي تحظى بنسب ضئيلة بالتوظيف خاصة في ظل انتشار الإعلام الرقمي بكافة أشكاله عودة لكم مشاهدينا يعني بدي أبلش معك أستاذ منتصر يعني وجود النقابات في الجامعات في ظل هذه النسبة العالية من البطالة وأنتم النقابة شريك في هذا المشروع كيف مهم مثل هذه البرامج ومثل هذه النقابات الصحفية وأهميتها في الجامعات الفلسطينية أعطيكم العافية وأنا بشكركم أن نشارك في هذا البرنامج الذي أعتقد أنه سيكون منصة لتواصل الاتصال مع جمهور واسع من طلاب الإعلام والصحافة والصحفيين لإطلاع على هذه التجربة وأنا بأعتقد أن هذا جانب مهم بس مهم أكثر وهو فكرة تركيز على الأهداف والمخرجات تشكيل الأجسام النقابية لطلبة الإعلام وتطوير قدراتهم في هذا المجال يعني برنامج بعتقد أنه برنامج مهم ويجب أنه تطويره ودعمه واسناده بالمزيد من الأفكار والدعم والاسناد بما يحقق تفجير إبداعات الشباب في الجامعات لماذا؟ لأن هناك جزء كبير من الطلاب يعني الإشكالية لما حكينا عن البطالة نتحدث أن البطالة مرتفعة جدا صحيح لأن هناك الإقبال أصلاً مرتفئ إقبال الطلاب على دراسة الإعلام مرتفئ عالي جداً يعني هناك فائد أصبح لهم في عدد الطلبات نحن نتحدث عن تقريباً الآن موجود في كل الجامعات عمشتور الدفترة راضية تقريباً وقطاع عرضها حوالي 7000 وخمس من الطالب يدرسوا إعلام في 32 كلية فهذا العدد كبير فالمخرجات ستكون كبيرة وفكرة البطالة أنا أكرر أنه موجودة البطالة وهذا لازم نشوف كيف الأليات لمعالجتها والمؤسسات الإعلامية عليها دور والمقابع عليها دور والجامعات عليها دور والطلبة أنفسهم عليها دور ونحن نحكي بالتفاصيل كيف ممكن أن نتعاون ونتشارك بفكرة أن نجد تدخلات للمشاكل وتكون تدخلات مثمرة تؤدي إلى تأثير عميق عميق على ثلاث مستويات طبيعة الفكر عند الطلبة التوجهات والسلوك تمام؟ وكسابهم مهارات وقدرات لكيف أنهم يثبتوا ذواتهم خاصة اليوم أنك أنت ما تقدر تقول أن في وسائل الإعلام محتكر البلد تمام؟ اليوم أنت وصائل التواصل الإجتماعي أنت بتقدر تنتج مشروعك الشخصي حتى كطالب في البيت بتقدر تنتج مشروعك الإعلامي الذاتي وهذه من اليوم الإعلام الرقمي والتطورات التي تحدثت هذا يجعل فرص وممكن أن نتحدث عنها أكثر تفصيلاً في هذا الإطار حب أن أتقل إليك أستاذة جمال أنت تلامسي هذا الأشي عن قرب لأنك تكوني مع الطلاب بدائرة الإعلام في جامعة برزيت قد تؤثر هذه البرامج على شخصيات الطلاب قد تعطيهم خبرات ما المطلوب حالياً من الجامعات ومن البرامج المثل تواصل لتقدمه لطلاب الإعلام حتى يحضروا فرص أكبر في العمل الصحفي يعني أن نقدر في جامعة برزيت من بيالارا لتواصلها الدائم ونقاشها الدائم حول هذا الموضوع ما يجب أن يقدم للطلاب من أجل تعزيز مهاراتهم وتمكنهم من أدوات كثيرة تمكنهم من إنخراط في سوق العمل أعتقد أن هكذا مشاريع مهمة جداً على صعيدين الأول على الصعيد الشخصي لأننا نحن في حاجة إلى بناء شخصية الصحفي التي تستطيع أن تنافس وليس أحاق أن تنخرط في سوق العمل لأن المناسسة كبيرة وكما ذكرت الأرقام في تقريركم السابق تشير إلى بطالة واسعة وأيضاً حاجة إلى مهارات كثيرة للمنافسة فنحن نريد ما يعمل على تطوير الشخصية الصحفي وبناءه بشكل يستطيع المنافسة سواء محلياً أو عالمياً نقطة أخرى أيضاً وهذا ما يوفره برنامج تواصل وبيلارا بشكل عام هو دمج الصحفي في بيئته سواء من خلال تعريفه بالمؤسسات المختلفة سواء من خلال تعريفه بالنقابة سواء من خلال تعريفه بالجهات التي يجب أن يتوجه إليها إذا ما أراد أن يعد تقرير صحفي أو يعد مادة صحفية الأمر الآخر أيضاً الذي لا توفره أي منصة أخرى أو أي مكان آخر هو جمع وتشبيك طلاب الإعلام ونحن نقول زملاء المستقبل هم سيكونون زملاء في المستقبل فهم يعرفون بعضهم ويتعرفون على بعضهم بمرحلة مبكرة جداً هذا أيضاً أمر إيجابي جداً فهذه ملحص الأمور التي يعني صحيح مرامل اليوم لدينا نموذج حي لبرنامج تواصل أنت اليوم كنت أحد المشاركات بالبرنامج واليوم أنت على رأس عملك بهيئة العامة الإذاعة والتلفزيون أخبرني عن تجربتك في البرنامج كيف كان لديك اكتساب للخبرات كيف ساعدك بأنك تقتنسي فرص للعمل وتكوني منافزة مثل ما حتى تمسجمان بفرص العمل أمام زملائك برنامج تواصل أعطى الشباب قدرة أنهم يعطوا صوتهم ويعطوا قرارات ممكن نحكي في فترة أنه دائماً الشباب لا يأخذوا الأحقية أنهم يطلعوا هذه القرارات لكن برنامج تواصل من خلال التدريبات التي أخذناها التي بلشت معنا من السنة الجامعية الأولى لثلاث سنوات استمرت فيها أعطتنا القدرة في كيف ندمج بسوق العمل من خلال التدريبات التي أخذناها من خلال الأشخاص التي عرفتنا عليهم أعطتنا منافسة مع بعض الجامعات كانت المسابقات التي تنفذها برنامج تواصل تجعل هذا التنافس يطلع الإبداع الذي عند الشباب فهذا الإبداع هو ما نريد كشباب نوصله أيضاً للشباب الذين لم يدخلوا برنامج تواصل يرى أنهم بإمكانهم يعملوا وينتجوا ووصلوا صوتهم بطريقة جيدة أكاديمية تدريب تستقبل مجموعة من الخرجين من الجامعات الفلسطينية نعرف أن الطالب عندما يخرج من الجامعة يذهب على سوق العمل يكون هناك فجوة كبيرة ما بين الذي درسه و ما بين الذي يطبقه ما هي الخبرات التي تنقص الخرجين أو أنتم تقدموها لهم من خلال الأكاديمية بداية شكراً لفيولار على هذه الاستضافة تحياتي للزملاء المشاركة معك في هذه الحلقة وتحياتي لإلك زميلة الحقيقة قبل الحديث عن موضوع المتدربين خلينا نشخص المشكلة بشكل أعمق نطفق تماماً مع زملائي وزميلاتي في قضية الأرقام وقضية البطالة حسب قام الجهاز الإحصاء المركزي خلال الربع الأول من عام 2021 كانت نسبة البطالة بين سوق الإعلام تحديداً نخرجين 46% وهذا رقم ضخم 20 كلية تعلم وتطبخ ممارسات الإعلام داخل الجامعات الفلسطينية تنتج أو تخرج سنوياً قرابة الألف خريج 15% فقط منهم يجدوا عمل داخل السوق الفلسطيني في الإعلام تحديداً البقية يتوزعوا على قطاعات أخرى أو لا يجدوا أصلاً أي نوع من العمل فينضموا إلى هذا الجيش الكبير والهائل من البطالة بين صفوف الخريجين هذه مشكلة المشكلة الأخرى تتعلق بالجامعات محترمي للجامعات أنا لا أقصد هنا جامعة برزيت أتحدث بشكل عام أنا ابن جامعة برزيت وأحب هذه الجامعة وأحترمها وكني لها لكل التقدير ولكن بالمجمل الجامعات التدريس في هذه الجامعات هو تدريس نظري بالعادة ويفتقر إلى الجانب العملي جلسنا على مقاعد الدراسة تمام سأعطيك بعض الأمثل الحية على ذلك يعني على سبيل المثال التدريس النظري التقليدي القديم في مادة نظريات الإعلام نظرية ترتيب الأولويات الكل تعلمها في الجامعة والكل يعلمات نتعني هذه النظرية تعني أن الإعلام يضخ أو يركز على موضوع أو موضوعين ويهمش بعض المواضيع أخرى من أجل خلق رائعا وتركيز الناس أو الجمهور أو المطلقين حول قضية أو قضيتين ولكن تدريس هذه الفرضية بالمفهوم التقليدي القديم هذا الموضوع لا يصبط اليوم أن يطبقه على أرض الواقع لماذا؟ لأنه اليوم يطلع على سبيل المثال شاب فلسطين أو طفل فلسطين عمر 12 سنة يضخ على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو أو كومنت أو whatever هذا الحكي يخلق رائعا يعمل ضجة يتم مشاركته بالألاف وتعليقات بالألاف وبالتالي هم يخلق قضية ورائعة حول هذا الموضوع وبالتالي تدريس النظريات بالسطايل القديم من دون تطعيمه بالإعلام الحديث وتطور الحاصل في هذا الإطار هذا الحكي لم يعد يجدي وهذا الكلام يؤثر سلبا على الخريجين خريجي الإعلام تحديدا عندما يخرجوا إلى سوق العمل صحيح نحن في حلسطين كده وسيلة إعلام عندنا إعلام تقليد يعني للأسف عم بندثره يعني شوية شوية مش عم بنشوف حتى يعني سوى أكد من اسم معين يعني موجدت على الشاشة والباقي كل ياتوا عم بفلس صحيح بذكر لأن الإعلام الجديد يعني عم بيأخذ محل الإعلام التقليدي وعم يعطي صحيح الناس اللي دارس صحافة واللي مش دارس صحافة المايكروفون اللي يحكوا فيه البدهميات ويعبروا فيه عن البدهميات بس اسمحي لي ومن هنا جاءت فكرة إطلاق أكاديمية وطن أكاديمية وطن تركز على الجانب العملي في كل القضايا تدريب العملي من خلال شبكة وطن الإعلامية فيها الراديو وفيها التلفزيون وفيها الوكالة وبالتالي يتدرب الخريجين على تدريب عملي في الإذاعة وفي الوكالة وفي الويب وبالتالي يعني هي أول أكاديمية تنبطق عن وسيلة إعلامية فلسطينية تأثت عام 2019 وتقدم العديد من الدورات في مواضيع محددة تحديدا مثلا الأمور التي تميزنا فيها خلال الفترة الماضية موضوع الصحافة الاستقصائية لأنه في ضعف عام في هذا الموضوع في السوق الفلسطيني موضوع صحافة الحلول موضوع الإعلام الرقمي قضايا النوع الاجتماعي وبالتالي وفي تركيز كبير على الجانب التطبيقي العملي في الدورات يعني بس حابب تحكي لي أكثر أنه قداد تستوعب أعداد من الخرجين سنويا يعني بالأكاديمية عندكم قداد استعابية لأنتو تستوعبوها يعني هي عبارة عن مجموعة من الدورات بشكل متتالي في بداية العام نعلم مثلا عن 7 أو 8 دورات أو 10 دورات في العام قدرتنا الاستعابية لكل دورة من 20 إلى 30 متدرب لك أنت يعني تحسي بهذا الموضوع هذه هي قدرتنا في الاستيعاب للمتدربين لأنه إحنا نؤمن أنه الإشي مش في العدد الإشي إنك تطلعي بالضبط النوعية وتهتمي في المتدربين بطريقة بطريقة تدريب عملي حقيقي على أرض الواقع بيساعدهم في حياتهم العملية وبوفر لهم أفاق جديدة يعني كلام جميل خلينا ننتقل نشوف أراء الشباب بالمشاركين في مشروع تواصل حول ما أهمية نشاطات اللامنهجية في سقل شخصيات الطلبة في الجامعات تابعوا معنا أعتقد الطالب الإعلام له ركزتين في أي مشروع يقوم به الناحية الأكاديمية والناحية اللامنهجية الناحية الأكاديمية وحدها ذلك في إطلاقا وبالتالي يجب أن يتجه إلى الأنشطة اللامنهجية التي تسكر شخصيته تؤسس شخص إعلامي قادر أن يطرح أفكاره بطريقة مناسبة جدا قادر أن يؤثر في العالم قادر أن ينطلق بكل قوة وبكل معلوماتية كبيرة في دماغه طبعاً كتير مهم لأنه بيعمل محاكاة للحياة المهنية اللي حيواجهها بعد ما يتخرج من الجامعة تكون عنده فكرة أكتر إيش حيواجه إيش حيعمل تكون يعني أكتر قدرة على الدخول في سوق العمل أكيد مهمة بشكل كبير لطالب الإعلام خصوصاً أنه طالب الإعلام لنزم تكون شخصيته قوية جداً عن الطلاب الآخرين في الجامعات كمان عشان تسقل شخصية الطالب وتصير قادرة على التعامل مع المجتمع بكيف الطبقاته هاي الأنشطة بتعطيني فرصة أني أنخرط بطلاب دفعتي وطلاب تخصصي اللي ممكن يكونوا زملائي في المستقبل بتعطيني فرصة أني أنا أشوف إيش بيحتاجوا لأنه فيما لو تحبيت أترشح للنقابة كمان شوي يكون عندي صورة إيش هما بيحتاجوا بتعطيني فرصة أني أقوى شخصيتي أبني شخصية قيادية ممتازة تخليني تفتح لي أبواب في المستقبل إحنا مجال الإعلام في البلد يعني عماله بيحتضر وعماله بيلاقي منافسة من كتير المؤسسات في البلد فالنشاطات المنهجية هاي بتزيد على الشهادة اللي بيأخذها لأنه الشهادة اللي بيأخذها من الجامعات بتكونش كافية وبتكونش بتأهله لسوق العمل لأنه اللي بيأخذه مش نفس اللي بيأخذه فيه وبشوفه بمجال سوق العمل طبعا المعروف إنه بالجامعة ما بيأخذ الطالب كل إشي لهيك من الضرورة جدا إنه الطالب ينخرط بدورات بتبرز مواهبه وبتبرز إيش توجهه وهالإشي بساعده إنه يظهر قدراته بوقت مبكر وبسهل عليه إن الخراط بسوق العمل عودة لكم مشاهدينا أستاذ منتصر يعني النقابة شريك في هذا المشروع وعم بتقدموا اللي بتقدروا يتقدموا للطلب في الجامعات الفلسطينية إيش اللي أنتو بتشوفوا إنه الطالب اليوم بيحتاجوا يعني إيش هي الأساسيات اللي المفروض الجامعة توفرها للطلاب لحتى ينخرطوا أكثر في سوق العمل يعني إحنا بالنسبة إلينا في النقابة نحن نفكر الشيك نحن نفكر بطريقة مختلفة شوائية نقابة صحفيين بتفكر لنا هذا المشروع وهذا البرنامج كيف ممكن نفعل كيادات نقابية خاصة لنا ما في وعي نقابي متشر في فلسطين في أوساط الصحفيين والصحفية فيش وعي لا بالحقوق ولا بالقوانين اللي موجودة عند النقابة للأسف نحن نفكر بنا ممكن أن يطور قدرات ومهارات الصحفيين في مجال العمل النقابي ويكون في نقابيين حتى من خريجي الإعلام متخصصين يساعدون في موضوع كيف تدعيم عمل النقابة النقابة إلها سلسلة طويلة من الأنشطة والفعاليات فبحاجة لمثل هذا الكادر ينبنى من السنوات الأولى في الجامعات لما بنحكي مثلا عن مفاوضات العمل الجماعية هذه هي جزء من المسؤولية النقابة في الخطاب والحوار مع الإدارة المؤسسات الإعلامية كيف ممكن أن تدير عملية مفاوضات جماعية وتنجز اتفاقات وتشرف على تنفيذها هذا جهد نقابي احترافي وإحنا بصراحة لدينا ضعف في فلسطين في هذا المجال فمثل هذا الجانب ممكن يساعد الجانب الآخر يساعدون أنهم كيف يرصدوا احتياجات الطلبة إحنا ليس مسؤوليتنا لنحسن الوضع الأكديم في الجامعات لكي يكون واضحا في مسؤولية أخرى مناطب الجامعات بإدارة المؤسسات الإعلامية في وزارة التربية والتعليم نحن أحد المساهمين ولكن ليس من المسؤوليات ليس مسؤوليتكم الأساسية ولكن أنتم شريك نحن نعاني من مشكلة أنه لما الإدارة المؤسسات الإعلامية تسوي إشكاليات يأتي الصحفيين يشتكوا عندنا فإحنا نخفضها من خلال هذا التدخل أن يصير فيه نقاش جدي بين مكونات القطاع الإعلامي كيف ممكن نشطل بما فيهم الطلبة لأن الطلبة هم المستقبل نحن بحاجة لكادر جديد ويجيل جديد من النقابين أن يأتي ويتم ترشيح أنفسهم لقيادة العمل النقابي لأن قوة الفكر والمضمونة للعمل للنقابي يجب أن يظل راسخ كمفهوم جمعي وهذا الجزء الآخر من المبادرات ممكن أنها مجموعة من الطلاب موجود يعني ما يعني مجموعة من الطلاب مشروعهم الجمعي إحنا الآن ما في أن الصحفي يقود مؤسسة إعلامية يعني هو مشروعه ويعمل عند آخرين كنا في النقابة نفكر أنه ممكن أن يشيئ مؤسسة إعلامية يقودها الصحفيين عشان يبطلوا يقول أنه في حدي براقب علينا وحدا يتدخل في سياسة التحريف يكا مشروع استثمار يكا أحد الأفكار هذه متاحة أمام الطلاب بس بدك تفكر عشان هي يقول أن البرامج هذه لازم تكون واضحة وما بدها تأثر طريقة التفكير لازم تتغير يعني أحد أهم الأشياء اللي كانت مهمة من خلال برنامج تواصل أعتقد أن الطلاب ما عندهم خبر علا بالعمل النقابي ولا عندهم للأسف يعني أدنى معرفة عن طبيعة عمل نقابة الصحفيين ولا عن حقوقهم ولا عن القوانين اللي تتعلق بالصحفيين الفلسطينيين فكان هون دور ملزم على النقابة حتى لو ما كان فيه أي مشروع بتكون فيه بيلارة أو أي مؤسسة تانية أنها تكون على الأقل بورشات عمل التوعوية بالجامعات للطلاب تحكي معهم عن العمل النقابي الفلسطيني الصحفي تحديدا وكمان يعني توضح لهم القوانين يعني إيش إلكم وإيش عليكم لأنه الطالب بيطلع على سوق العمل للأسف الشديد ما عنده أي أدنى معرفة عن هذا الإشي أنا طبعا ما بشمل وما بعمل لأنه التعميم بدأ خلني بالخطأ بس للأسف هذا هو الواقع يعني كنا تعملنا مع طلاب مع متطوعين للأسف فيه ضعف بهذه الأمور عشان هيك القيمة للعمل النقابي لازم تكون حاضرة أحكي تجربة سريعة في المؤتمر الاتحاد الدولة الصحفي في تونس حضرة 350 صحفي وصحفية عن مستوى العالم من النقابيين بعد ثلاث أيام انتهى وتم الانتخاب كيادة الاتحاد الدولي تعرفوا مين أول نفس تكرموا على الأستاذ أول أشخاص كرموهم وهذه هو العمل النقابي كرموا اللي بشتغلهم مال النظافة واللي بشتغلهم المطبخ جبوهم شكروهم كندام كل المؤتمر أنتم شكراً لكم أنكم حملتونا ثلاث أيام بالفندق تمام؟ مثلاً هذه القيمة الاتحاد الدولة للصحفيين أصبب المثال هذه النقابية يعني عضوا في قيادته لا تتعاقد مع أي فندق لا يحترم العاملين عنده بوقش معهم اتفاقيات أقود عمل واضحة تمام؟ ويكون إلهم حقوق هذا جزء من القيم العمل النقابية هذا الجزء يجب أن يكون راسخ وهذه الثقافة يجب أن يكون متشرفة أوساط الطلبة وأوساط الصحفيين كيف ممكن أن نحن وحتى هذه النقابات الأخرى كيف يفعل النقابي اللي هو مبني على المبدأ الإنسانية القيم الإنسانية والعدل والمساواة والإنصاف هذه كثير قيم موجودة اللي يجب أن تكون حاضرة في حياتنا حتى على مستوى الشخص وليس فقط على مهمة فهذه فرصة أن مثل هذه القيم تكون حاضرة لكيف نحن ندعم بعض كعمل جمعي في داخل نقاباتنا وبما فيها يعني على رأس نقابة الصحفيين كيف أننا نستغل لنطور حياتنا نحو أفضل نبرم اتفاقين لا تخليش حدا يستغلنا لا تخليش حدا يتحرش فينا لا تخليش حدا يبتزنا هذا الجزء من القيم اللي لازم تكون حاضرة يعني أستاذ جمان بالجامعات عملتي مع عدد كبير من الطلاب على مدار سنوات المشروع احكي لنا أكثر إيش هي أكثر الإشياء اللي لمستي إنها الطلاب بحاجة لإلها يعني من خلال عملك الدائم معهم يعني نتفضل في الأستاذ مكسر أنا بثني عليه لأنه العمل النقابي أمر مختلف عن العمل الصحفي يعني ندربهم كيف يكتبوا أخبار تقارير يصوروا يمنتجوا كل هذا الحكي بعيدة عن العمل النقاب العمل النقابي أمر آخر تماما وليس بالضرورة يعني له علاقة بالإعلام له علاقة بكل المهار صحيح لكن ما يهمنا أيضا في العمل النقابي أضاف إلى ما تفضل به الأستاذ منتصر هو أيضا الجانب الحقوقي والقانوني يعني مثلا بدون الغوص في أمثلة كثيرة هناك فرق بين أن تعمل كصحفي في الميدان وبين أن تكون ناشط شبابي أو ناشط سياسي أو ناشط حقوقي هناك فرق كبير فأنت أنت تنزل إلى الميدان أنت تنزل بصفتك ماذا اليوم بصفتك مصور بصفتك صحفي تريد أن تجمع مقابلات أم أن تريد أن تعترض على أمر معين في الوطن أو في ممارسات معينة هناك فرق كبير هنا أعتقد أن التعاون بين الجامعات والنقابة أظن أنه مثمر جدا لأنه يفرق بين الدور المنطب الصحفي والحقوق المستحقة للصحفي وكونك ناشط أو مدون أو حتى ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي وأعتقد أن الأستاذ منتصر سيوافقني الرأي أن هذا سيسهل عمل النقابة كيف؟ هل يأتي ناشط ليشتكي إلى النقابة مثلا تعرضوا الاعتداء معين لكن أنت لم تكن تمارس عمل صحفي بحث أنت تمارس عمل نشاط الآن أعرف أن الاعتداء على نشطاء أو صحفين هو مرفوض لكن النقابة ستكون أسهل عليها إن كان الصحفي ملتزم بمعايير مهنة الصحافة من عدم المشاركة عدم إبداء الرأي عدم الانحياز إلى جهة معينة سواء بالشارع أو حتى بالتقرير التي تنشر هذه الجزئيات الصغيرة التي تهم بلدنا ونحن نتعرض لها بين حين وآخر أعتقد أن دور نقاط الصحفيين والجامعات هنا جانب مهم للتعاون إذا بدنا نحكي أكثر عن الطلاب عندكم بين الجامعة هل تلمس أن ما عندهم التفرقة بين هاي الأمور بين هاي المصطلحات المختلفة نحن نتحدث عن صحفيين تغيب عنهم هذه المعايير وهذه الفروق صحفيين لهم باع بالميدان وتغيب عنهم فما بالك بطلاب في بداية حياتهم الجامعية ولم يدخلوا عتبة المهنة بعد فأعتقد أن هذه جزئية مهمة لتطوير الطلاب بها منذ عمر مبكر الحقيقة لا ننتظر حتى تحدث مشكلة كي نتحدث بها الإضافة إلى الأمور الأخرى الكثيرة التي تعرفينها ويعرفها الجميع المهارات المهنية الحرفية للإعلام نحن نقول أن الإعلام هو بالحد الأكبر حرفة كل ما عملت تقارير أكثر كل ما كان إنجازك أفضل كل ما انتجت أكثر كل ما كان إنجازك أكثر هذه الأمور أيضا التي يحتاجها الطلاب وأعتقد أن في بيلارة هناك إطلالة على هذه الجزئيات وهذه الأمور يعني هناك تدريب على عمل التلفزيوني العمل التقديم المونتاج التصوير يعني هي أمور أيضا تساعد وتساهم في تطوير طلابنا ونحن يعني ساعدون بهذا الأمر يعني قبل ما أنتقل للجمهور بس بدي أخذ من مرام تحكي لنا أكثر عن البرامج البرنامج اللي أنت تعرضت لإله وإيش هي تدريبات اللي خضعت لإلها وكده أنت استفدت منها في تجربتك العملية الآن بالبداية يعني كنا في بداية ما الأولى ما نعرف كثير عن نقابة الصحفيين كانت بس تربطنا فيها بطاقة الطالب يعني كمعلومات كحقوق قوانين لم نكن نعلم شيء لكن من خلال برنامج تواصل تم تدريب مع أكثر من صحفي مع أكثر من جهة قانونية مع جهة حقوقية لنعلم ما هي حقوقنا وواجباتنا ماذا يجب أن نتصرف في حال تعرضنا لأي اعتداء استمر البرنامج بعد التدريبات بعمل انتخابات هذه الانتخابات طلاب الأعلام بنتخبوا فيها أكثر يعني أشخاص مرشحين عضوية في الجامعات بالضبط بالجامعات هذه القرارات شكلنا هاي نقابة صحفيين الشباب على أساسها إحنا صرنا كطلاب في بإيدينا إنا نصنع قرارات قوانين بسبب الصوت اللي سمحت لنا بيلارة انوصله كصوت شباب إعلاميين انوري العالم إحنا شو عنا شو هي قدرة نحكي اللي سمحت لنا بيلارة بنعمل وهو أكيد كان موجود ولكن انت اقتنصت الفرصة كطلاب بدا تقتنص مع هاي الفرصة في بس هنا نقطة مهمة جدا حاب بركز عليها ذكرتها زميلتي جمان المشروع برأيي تكمن أهميته في قضية مهمة جدا انها هي بذرة أولى من أجل انها تنمو وتصير نقابة صحفيين قوية وتعكس يعني الهم العام هناك الكثير من الانتهكات اللي بتعرض لها الصحفيين سواء داخل المؤسسات أو في الشارع داخل المؤسسات في الحقوق الأساسية في الإجازات وفي الرواتب وفي المخاضرة في كل هذه المواضيع وفي الشارع اعتداءات مقبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة وكل هذه المواضيع لا نرى للأسف شيء نقابة قوية تدافع عن حقوق الصحفيين بالشكل المطلوب مثل نقابة المحامين على سبيل المثال نقابة المحامين يعني يضرب داع المثال بالتالي هذا أنا أعتقد أنها بذرة أولى من أجل نقابة صحفيين قوية طبعا ما احترمنا للزملاء في النقابة والجهودهم الكبيرة في الدفاع عن الصحفيين ولكن نحن نطمح لمزيد الدفاع والعمل وأعتقد أن هذا المشروع هو بذرة أولى لنقابة صحفيين قوية يعني حب أعلق هو النقابة دائما للمسكنين أنا بدي أحكي بيأخذوا دائما وعودنا للحكومة ولكن الدور والباقة على الحكومة طبق الوعود اللي بتحكيها يعني ياما سمعنا وياما 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 أخذنا وعود كبيرة وللأسف ما تمش ولا أي شيء على أرض الواقع الانتذاع والمفاوضات والضرط تمام وهذا الجزء كثير مهم بالمعنى أنك أنت تطور الفعل النقابي الفعل النقابي يكون مؤثر على مستوى الدولة ولكن المدخل الحقيقي كما تحدد زميل النزار إذا إحنا بنحكي عن نقابة قوية في العلاج موجود في اللجان الفرعية في النقابات في داخل المؤسسات بما فيها وطن بما فيها التلفزيون اللجان الفرعية للنقابات يكون الصحفيين لما مرامب تعمل في هيئة لدعوة الجنب هي يجب أن تندمج في اللجنة الفرعية في داخل النقابة يعني تكون في داخل المؤسسة عساس ترصد الإشكاليات الموجودة لأن في بعض الأشياء بتصير بصراحة كارثية أنت بتعرف أنه في مناطق يعني في الشمال والجنوب في صحفيين وصحفيات بالشتغل ب600 شكل أو في أقل في ناس باللأسف الشديد عشر سنوات على عقود بدون ما يصير على عقود عمل يعني مش مؤسسات حكومية كمان هذا الحكيم موجود يعني هذا الجزء من الإشكاليات اللي يجب أن تكون حاضرة على الطاولة للمناقشة على مستوى هي مزبوط طلاب الجامعات مشحين يكون مؤسسرين فيها بس هذه لازم تكون حاضرة في الأجندة وترتيب الأولويات كمان المشكلة مش بس في المؤسسة حتكون في الموظف اللي يقبل يتقادى هيك راتب يعني للأسف الشديد ما تلومي طالب الإعلام الخريجي اللي يبحث عن فرصة عمل بس أنت بتحكي زي نحكي جمالا نحكي عن البيئة الخارجية إحنا شغلنا في البيئة الجامعات بتعلمهم أكاديميا بس البيئة المحيطة عشان نترك لهم بيئة حاضنة وداعمة للإبداع الإعلامي إن الإعلام هو من المهن الإبداعية صحيح تمام؟ فبيحاجة لبيئة هذه أحد يعني أحد القطوات اللي بتسويها بيلارة وبتعاون مع النقابة لكيف نخلق البيئة بس هذا الجهد بده مزيد من التنسيق مزيد من التشاركية وكيف أنا نكون طلاب الإعلام حاضرين حاضرين عندهم المهارة وعندهم الوعي والإدراك بأهمية حقوقهم ودورهم النقابي هل لازم يكون العنوان الرئيسي أنا مش بس صحفي بس بكتب أنا إلي حقوقي اللي بيئة عمل وإحنا وقعنا اتفاقيات العامة الجماعية مع وطن مع كل المؤسسات الإعلامية من أحد المقاط مثلا صار الناس حتى صحفيين زملاء إنا صار يقول مع كلهم بيسووا لنا هيك تلزم المؤسسة تعطي في السنة اسموع نقاها لصحفي بيش طلد تحت الضار وخاصة صحفيين بيش تقومون في المدينة ع حساب المؤسسة ها؟ هل كد هذا الحكي بدأ جهد وبدأ كيف أنك بدأ ترجمة لإجراءات عمل واضحة ورصد موازنات لتنفيذ مثل هذا الاتفاقيات فيعني الفعل النقابي لازم بعتقد أنه يكون أولا مفتاح الوعي المفتاح الآخر التشاور والتنسيق والضغط إيه الفكرة هي بتقوم مع فكرة الضغط أكيد تجديد؟ لا لا تجديد 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 زمن طويل الفكرة أنك مش أنت بتنتظرها الفكرة لاحظ لك تنتظر إذا أنت بظلك كاعد على الطاقة يلا نزلنا ننتزع انتزاعنا ننتزع إذا هيك أنت بتحكي بالانتزاع وننتزع العمل النقابي هيك العمل النقابي فش لي مزه فش لي أني أنا بفاوضك عساس أني أنا يعني جاي أقعد معك ونتصور هالصورة وخلصنا لا فيه التزامات فيه مفاوضات فيه أنت كيف تشتري وكيف تضغط كيف تحقق نتائج وهذا واحد تلع هلأ وعلى صوته بصير يحكي ضد الحكومة وضد البلدة ضد النقابة وبصير بتحطي حالي خارج العمل النقابة لما بتخافي لا لا أنا ما بخاف أنا ما عندي مشكلة يعني ما عندي طموحكم بالنقابة لا ليس أنت كأنتي أنا بحكي البي مارس أو بفكر هيد العمل النقابي جزء من فضحية بس يعني ما بتقدر تنكروا أنه فيه تقييد للحريات بشكل كبير يعني للصحفيين سواء كانوا بيعملوا بمؤسسة حكومية أو بمؤسسة خاصة فيه تقييد فيه رقابة يعني بشكل كبير على الصحفيين يعني أنا بس بس أنا اللي بحكي فيه الرقابة الذاتية أعلى بتثير من حقيقة وجودها الرقابة الذاتية أنا بصدنا الصحفين نشعر عندهم هم حريصين ويراقبوا ذواتهم أزول من أنها حتى الأنظمة أو البيئة الخارجية بتفرض عليهم قيود فيه قيود موجودة أحد رأيس ما أحاول كنت تستغل بشؤولة هيك يعني بشكل مفتوح يعني كل الدول في عندها أنر مجلسة والحطة الداخلية حتى تسيطى آه واجتك خلنا نتقل للجمهور اللي معنا اليوم للشباب اللي نتوجدين معنا من مختلف الجامعات الفلسطينية من بيحب يشارك أو يحكي تفضلي إيران زهران صلبة إعلام سنة ثالثة سؤالي موجه إلك أستاذ منصور بدي أحكي لك أنه منتصر منتصر كيف بدنا نرجع مصداقية عمل النقابات بالشارع الفلسطيني عمالي عم بحكي عن المجتمع اللي أنا عايشة فيه عندي نشاط سابق مع نقابة العمال والنقابات الثانية يعني نتابعة بشغلهم فإنه بس إيجي أنزل على الشارع مثلا نحكي إنه في نقابة مثلا متى تحتضن كده بيحكوا أصلا نقابة ما بتعمل لنا إشي فإحنا كيف بدنا نرجع مصداقية عمل النقابات عندنا بالشارع الفلسطيني كمان إشي تاني إنه أنا عندي نشاط قبل مع مؤسسات واشتغلت على اللي هي برامج سقل الشخصية وهذه الأشياء فإنه أنا برأي المفروض كجامعات فلسطينية يحتضنوا إنه يكون إشي إجباري عندنا برنامج سقل الشخصية للشباب بالأخص الإعلام تثقيف كل إشي لازم يكون موجود عندنا بالجامعات الفلسطينية مشان نقدر ننسقل شخصيتنا ونتحدى سوق العمل وما نكون خايفين مثلا والله إحنا مش رح ننجح نضلنا مواكبين ونتحدى مشان نثبت حالنا ونغير الإعلام التقليدي اللي موجود عندنا مرحبا أنا رانين عباهري طالبة إعلام في جامعة بيرزيت سنة ثالثة بدي أحكي إنه إحنا الطلاب ككل بحاجة لجانب عملي أو بحاجة لمؤسسات يعني تحضننا لأنه إحنا في قلب الجامعة بس منوخد أشياء نظرية وإذا كان في عملي بيكون العملي قليل في كتير جوانب إحنا منوخدهاش مع إنه إحنا هلأ في تطور كبير في مجالات الإعلام مجالات كبيرة إحنا بعيدين عنها يمكن مش المشكلة من الجامعة ولا المشكلة منها المشكلة هي بشكل عام إنه إحنا ما في عنا اهتمام بس لما منطلع برة على يعني على الجانب العملي أو الجانب الشغل برة بحكونا إنه إنتوا ما في عندكم معرفة بهاي الجوانب بس المشكلة والنقص مش منها كمان في كتير طلاب مبدعين وعندهم يعني قدرات عظيمة بس بالجامعة إحنا ما منكتشفها لأنه ما في مساحة نكتشفها فهي هي المشكلة بتصفي يعني لو نبحث في طلاب الإعلام طالب طالب في عنده بتكون موهبة يعني رائعة سواء يعني في الجانب التقني أو في الجانب الصحافي نفسهم الخطة الموجودة مثلا هلأ صارت في جامعة بيرزيت شاملة في إلها جانب جيد وفي جانب سيء الجانب الجيد إنه إحنا مناخد كل إشي بعدين منصفي إنه آه أنا مركزتش على إشي ما تخصصت بإشي و بعدين منصر يكلونا طب إنه طلعته أربع سنوات أو ثلاث سنوات شو تخصصته فعليا ما بيكون عنا إجابي لأنه ما نكونش إحنا اتعمقنا في موضوع معين أما هلأ يعني لما منخرط في هاي الدورات التدريبية أو في النقابات فإحنا منصر نكتشف حالنا إنه هل مهتمين إحنا في الجانب الحقوقي نكمل في تخصص مهتمين في الجانب التقني نكمل في تخصص فالمشكلة بتصفي إنه إحنا لا لاقين مؤسسات تدعمنا أو يعني توسعنا للتدريبات عشان نكتشف ذواتنا ولا لاقين مساحة في الجامعة برضو إنه إحنا نكتشف ذاتنا بس شكرا شكرا نأخذ كل الأسئلة وبعدين ننتقل للديو تفضل أنا محمد فرحات طالب إعلام في جامعة بيرزيت بالنسبة لنحكي المشاكل اللي من واجهك طلاب أعتقد فوق ما إنه في تحديد لحريات الصحفيين أنفسهم في تحديد أكبر على طلاب الصحفي بمعنى أنا كطالب صحفي في جامعة بيرزيت عندي بطاقة من النقابي موجودة ليش أنا أضطر لأخذ تسهيل مهامي من الدائرة لأكون بتقرير معين بالنهاية أنا عندي بطاقة تالي في تحديد قوي جدا لطالب الصحفي إنه ممنوع يعمل واحد اثنين ثلاث انت لستك طالب ما عندكيش القدرات ما عندكيش واحد اثنين ثلاث أربعة إذا بدأ أحكي من جانب آخر ممكن نحكي عن اللغة اللغة كثير مهمة كطلاب إحنا لازمنا أعتقد ثلاث لغات على الأقل نحكي عن اللغة العربية اللي هي اللغة الأم واللغة الإنجليزية واللغة العبرية ليش إحنا فيش أنا في الجامعات أو فيش عنا يعني مؤسسات تشمل هذا الموضوع تناقش هذه الفكرة وتعطي دوراتي كثير مكثف إلى الطلاب أنه أنا مثلا ما بديش أما أتخصص في اللغة الإنجليزية بهمنيش قواعد أنا بهمي محادثي على الأقلية أطلع مثلا على التلفزيون أحكي بطريقة معينة بتكون اللغة تبعتي قوية جدا سواء من ناحية اللغة الإنجليزية أو اللغة العبرية يعني أنت هم بتلوم الجامعة؟ نعم يعني أنت هم بتلوم الجامعات؟ موضوع اللغة ولا مين؟ أعتقد أنه لازم يكون في الجامعات مصادقات لغة الإنجليزية محادثة ولغة عبرية وكمان لازم نطور موضوع برضو من داخل المؤسسات أنفسهم مؤسسات صحفية لازم هاي النقطة كثير مهمة خصوصا إحنا مثلا ننزل على الميدان وقدام الاحتلال ممكن لازم تعامل معهم في لغتهم فمن تعلم لغة قومين أمين مكرهم زي ما نحكي ومن جانب ثالث المصطلحات أعتقد إحنا في حرب كثير كبيرة مع الاحتلال من ناحية المصطلحات باستخدموا مصطلحات كثير خبيثة وكثير في صلب الموضوع ممكن أن يستخدموه للترويج لروايتهم التالي ليجب أن تطالب الإعلام والصحفيين يكونوا على ديراية كاملة بكافة المصطلحات الصحفية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة المصطلحات في كافة الأطر زينب جهات سنة الثالثة بإعلام في جامعة بيرزات أول مداخلة لي وانا بجد المشكلة أنه سابقا كانوا في الكلية في تخصص معين إما بدرسوا إعلام تلفزة أو إذاعة يعني بتخصص إشي معين حاليا هو إعلام عام بشكل عام يعني أنه ما من يتخصص بإشي معين فهذا الإشي إله أو إله أثر كتير كبير علينا إنه الواحد بطلع هو مش عارف بإش أكتر إش مبدع أو مش عارف بإيش يتخصص أكتر إشي فحب أسأل سؤال مهم اللي هو شو بتشوفوا إنه مادة ممكن إنه تنضاف للإعلام إنه تخلي الطالب هو جاهز إنه يطلع لسوق العمل محمد نزل طالب صحاف وإعلام جامعة بيرزيت أولاً فيه غياب كبير لدور النقابة لازم النقابة تعزز دورها وحضورها في الشارع في القضايا اللي بتكون قضايا عامة وبكون فيه غياب ملحوظ للنقابة إلها وكمان على الصعيد الأكاديمي عندنا بالجامعات في بعض الجامعات ما في أبديت إنه للإعلام الجديدة اليوم إحنا جميع إنه إعلام رقمي ما في حدا نادراً ما حدا إنه اليوم يطلع على التلفزيون فبعتقد إنه لازم يكون الإعلام مكثف من ناحية الإعلام الرقمي لمواكبة التطور وكمان إنه الطلاب لما يظهروا على سوق العمل يكون عندهم الجانب العملي كله على الإعلام الجديد يعني بدأ أختم بسؤاله بس إنه هو بيحكي عن الإعلام الجديد جامعة بيرزيت طرحته كتبلوم يعني لماذا كمان ما دمجتو أكثر بالتخصص الشامل اللي عم بيحكوا عنه الطلاب يعني بالأول إذا بد ممكن تبلش من الآخر أو الأول زي ما بدك يعني بس الأسئلة غالبيتها كانت إليك كل النقابة بس الأسئلة أكاديمياً أهم الأمور اللي علاقة بالخطة الجديدة اللي بكروسوها طلاب الإعلام كانت فيها بعض دراسة بعد يعني دراسة لسوق العمل وحتى التواصل مع مؤسسات عديدة كان الفكرة في البرنامج القديم هناك من يعني يتخرج من جامعة بيرزيت ومتخصص في الصحافة المكتوبة فقط أو إذاعة وتلفزة فكان هناك من يعني يخرج إلى سوق العمل متخرجاً من قسم الصحافة لا يعرف أي شيء في الإذاعة أو في التلفزيون أو في المونتاج أو في التصوير وهذا سبب يعني فجوة في فرص العمل المتاحة للجميع فكان التخصص الجديد يعني وهو مضى عليه أربع سنوات تقريباً فكرنا في أن نجمع جميع تخصصات الإعلام وأوجه الإعلام وأن يتخرج الطالب من جامعة بيرزيت وهو يعرف شيء عن كل شيء ولا أقصد بشيء يعني بالتقليل من أمر المعرفة والعلم الذي يتلقاه لا لكن يعني أن يطل على جميع الحقول وبرأيي هذه نقطة مهمة جداً من تجربتي هناك طلاب يعني يأتون إلى الجامعة ويردين أن يكون مذيعين مثلاً أو صحفي تحقيقات أو مثلاً أي حق الآخر لكن يكتشفوا أنفسهم بمجالات عديدة عندما يدرسوا بعض المواد يعني أنا سعيدة بوجود طالبات مثلاً يحبون المونتاج ومرام واحد منهم المونتاج الذي يعتقد أنه حكر على الصحفيين الشباب فقط لكن هنا نجد نموذج ممتاز لصحفية تجيد المونتاج وتجيد التصوير وتجيد الإلقاء والتقديم أيضاً والتحرير يعني هذا ما هو مقصود أن يجيد الصحفي أكبر قدر من المهارات التي تزيد من فرص العمل لديه سوق العمل اليوم الموظف يعني للأسف بالمؤسسات بيشتغل كل شيء يعني اللي بيشتغل كل شيء بتكون فرصة كثير أكبر للأسف يعني بدهم إياه يعرف كل شيء كل شيء يعني زي ما حكوا الشباب أتوقع نقل لها إيجابيات وأكيد لها سلبيات هل أمو بيأ أشخاص بيكون متميزين بأشياء يعني أكثر من أشياء تانية نقطة أخيرة أود أن أشير لها ما شارت إليه ميران موضوع سقل المهارات والشخصية الطالب يعني أعتقد أن هذا الأمر يعني يحدث مع الميراس يعني طلاب في جامعة بيرزيت لديهم الكثير من المساقات العملية التي تجعلهم يذهبون إلى المؤسسات كمساقات التحقيقات كمساقات البرامج كمساقات الشبكات الاجتماعية والصحافة الرقمية كل هذه الأمور يعني يتطلب منهم الواجبات أن يذهبوا إلى المؤسسات ويجروا المقابلات ويعدوا التقارير أعتقد من هنا تبدأ عملية السقل لكن كما قلت مسبقا هذا لا يكفي الجامعات لا تكفي لتعد صحفي مكتمل هذا الأمر لا يعيب الجامعات ولا يعيب الطلاب لكن نحن نعرف أن الإعلام مهنة تحتاج إلى الميراس إلى التجربة مرة وأخرى وعشرة ومئة لذلك نحتاج إلى التدريب فعلا في سوق العمل التعاون الشديد بين النقابات وبين الأكاديميات المهنية كأكاديمية وطن مثلا وأخذ التدريب يعني الاعتبار وليس كمتطلب يعني تحصيل حاصل أن يذهب الطالب ويتدرب ليعد ساعات عمل فقط ولا يعني يأخذ الفائدة المهمة يعني كان في إلك سؤال كما عن بطاقة النقابة أنه طالما الطالب يحمل بطاقة نقابة ليش لما بيخرج للميدان هذه المشكلة في الميدان حقيقة ليست في الجامعة وليس في النقابة يعني هناك من يعتبر الطلاب يعني أن هذه مادة تدريبية وليست مهمة ويأخذون لا يأخذون الطلاب على محمل الجد الحقيقة أنا أتحدث عن نفسي على الأقل يعني أنا إذا جاءتني شكوة من هذا النوع لا أتردد بالاتصال بهذا المسؤول وأطلب منه استقبال الطلاب على أكمل وجه وكأنه صحفي مميز وكثيرا ما يفاجأ المسؤول بمستوى الأسئلة القوية والعميقة للطلاب لأنه يعني نحن نتعب على إعدادهم وكي لا يذهبوا بأسئلة ساذجة أو سطحية فبالتالي يعني ربما هناك دور للجامعة أيضا أن تحتم بالطلاب والأماكن التي يذهبون إليها لكن أعتقد أن في الميدان يعني هذه واحدة من المشاكل أيضا أنت ممكن أن تكون صحفي في مؤسسة مهمة كهيئة الإذاعة وتلفزيون وأن لا يأخذك المسؤول على محمل الجد هذا وارد جدا يعني ليست مشكلة الطلاب فقط كان في سؤال كمان بتوقع عن اللغات العبرية والإنجليزية يعني أدامجها كمساقات في الإعلام الشام أعتقد أنها رائدة في موضوع اللغة الإنجليزية على وجه التحديد يعني الطالب يعني يأخذ اللغة الإنجليزية على مدر السنوات الأربع لكن اللغة العبرية أعتقد أنه معك حق يعني أنا أرا هناك يعني نقص في اللغة العبرية وتعليمها لكن أيضا هذا خبر يعني ممكن أن يكون يقال لأول مرة نحن بصدد إنشاء أو فتح تخصص بكالوريوس باللغة العبرية ويمكن جدا تشبيكه مع دائرة الإعلام وبالتالي فعلا الصحفي يكون بإمكانه أن يأخذ لغة عبرية ولغة إنجليزية كجزء من الشهادة شهادة الإعلام هذا أمر يعني نعمل عليه ضمن الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمسة القادمة أضيف لألك كمان أنه عليك مسؤولية أنت تجاه نفسك كشاب اليوتيوب مليان قنوات تعليمية مجانية أنت ممكنك تستغلها وتوهد من خلالها اللغة يعني اللي بتحبها يعني مش بس الإنجليزي والعبري يعني اليوم عن جد هذا أحد الإيجابيات الموجودة على السوشال ميديا أنت بإمكانك تتعلم كل شيء عن السوشال ميديا فمش كل شيء من اللوم الجامعات والنقبات والمؤسسات برضو وإحنا كطلاب وكشباب في علينا مسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه الإشي اللي بدنا نتعلمه نعم ولكن زميلة سامية اسمحي لي أن أدخل في هذا الموضوع قليلا لا يكفي أن تعلم اللغة الإنجليزية عليك أن تعلم اللغة الإنجليزية لغراض صحفية صحيح تخصصية نعم أن تذهب إلى مثلا أن تكتبك أخبار وتقارير باللغة الإنجليزية تحرر هذه التقارير باللغة الإنجليزية في وقت سابق بداية تجربة سيئة في هذا الإطار توجهت إلى إحدى المواد الصحفية بالإنجليزية إلى هذه المادة اخترتها توجهت إليها طبعا هذا الحقيقة قبل أكثر من 15 عاما هلأ نزار بفصح عن عمره طبعا سعرفنا تفجأت أن هذه المادة هي الأغراض الصحفية ولكن تركز بشكل كامل وخالص على القواعد الإنجليزية بدون تحرير أخبار أو كتاب التقارير باللغة الإنجليزية فاضطررت إلى حذف المادة في ذلك الوقت والتوجه نحو إدارة التائرة وتوجيف هذه الملاحظة التي أعتقد تم تغييرها مستقبلا وتم تطويرها والتالي ليس مهم أن تعلم الإنجليزية ولكن كيف تعلم هذه الإنجليزية والمواضيع المختارة في تعلم الإنجليزية أو غيرها من اللغات طبعا أستاذ منتصر كان في إلك أسئلة كذلك من خلال جمهور أكيد في أسئلة بس كابل ما نحكي عن الملاحظات سريعة في الموضوع بناء الشخصية أنا أعتقد أن هذه المسؤولية أولا تقع على الكليات الإعلام في موضوع المعيير المعيير للاختيار الطلبة تكون على أساس المعدل وليس على أساس إختبارات أن مدى توجهات ودافعية الطالب لماذا يأتي لدراسة هذا التخصص؟ هذه إشكالية أن يجب أن يكون في معايير جديدة أنا أتذكر لما درست الإعلام تعرضت لمقابلة مكتوبة تاريخ وجغرافيا وسياسة معايير المعدل هي غير كافي لتعرف أن هذه الشخصية هل هي تصلح لدراسة الإعلام أم لا؟ هذا الجانب الجانب الآخر الذي نعقص في مستوى الكليات الإعلام والجامعات فكرة الإرشاد والتوجيه الطالب لما يروح يدرس لما يروح يقدم الطلب للجامعة يجب على الجامعة أن يكون لديها دائرة الإرشاد والتوجيه للطلبة تفحص قدراتهم تفحص إمكانياتهم تشوف وين تقدر تساعدهم أن تضوّلهم الضو أنك إنت رايح على مهنة مغلقة صحيح أنا لو إنا إبني بدي درس صعبة بقول لك تدرس الصعبة ليش؟ لأنك تقضي أربع سنوات تدرس من حياتك في دراسة المهنة المغلقة لكن إذا مش تقلت الصعبة شو بدك تشتري؟ ما رح تكتسب الله؟ في عندك مهارات مفتوحة اليوء أو التخصصات مفتوحة مثل الأدب الإنجليزي الأدب الإنجليزي ممكن تدرس فيه تكون مترجم ممكن تكون معلم ممكن تكون فيه صحفي هذا المهم مفتوحة تفتح معه هذا الجزء من الفكرة اللي يجب أن نفكر فيه في موضوع العمل النقابي وموضوع الموقف من النقابة ليس في إطار الدفاع على الموضوع النقابة النقابي هي تأخذ مواقفها الواضحة وفي أكثر أحداث اللي صارت أخذت مواقف يعني حتى المجتوى السياسي ما بقى ما تتوقعها لما صارت فيه مقاطعة وإعلان مقاطعة على تقدر الحكومة وحتى فيما في ذلك الرئاسة فالنقابة هذا هو المستوى اللي بتقدر تسويه يعني ما نحمل النقابة مسؤولية أكبر لأنها ليس هي قوة تنفذية النقابة النقابة بالفعل النقابي بتصدر الموقف ممكن تنظم احتجاجات واعتصامات يعني تعبير للدعم والإسناد وإذا كانت أي حدث بصير تكون في هذا الدور قد يكون فيه هناك بعض الأخطاء وهذا هو جزء مهم لأننا ليس بمفكر فيه أنا بس عشان ننتقد هذه تجربتكم أنتو لازم تكون موجودة في الجامعات وتتدربوا عليه يعني تتدربوا كيف مواجهتها والتعامل معها كفعل نقابي أنتو لازم تكونوا جزء حتى من جلسات النقابة تأتوا إلى النقابة تحضروا للاجتماعات تشوفوا كيف بينشغل العمل النقابي وكيف تطوروا عليها والبناء عليها يعني كمان أنتو عليكم دور كمان تفهموا الطلاب أن هما بيقدروا يعملوا هاي الأشياء لأن أنا بعتقد أن أنا كطالبة سابقة واليوم أنا أمام طلاب ما بيعرفوا إيه الشي العلاقة اللي بتربطهم في النقابة ما بيعرفوا كيف أنا ممكن أحكي مع النقابة تمام غير أنه في صفحة على الفيسبوك يعني إيش هي الأليات اللي يتواصلوا مع النقابة هاي كمان النقابة عليها جانب كبير إنها تواعي الطلاب في الجامعات كيف يتواصلوا معهم إيش ممكن يستفيدوا من النقابة النقابة ممكن تشبكهم مع تدريبات خارجية ممكن يعني في كثير أمور الطلاب بيجهلوها يعني ما بيعرفوها انتو عليكم مسؤولية يعني تجاه هذا الجزء أصلا هو فلسفة البرنامج اللي إحنا بجينا اليوم نحكي منا نحكي عن موضوع نقابة الصحفي للطلاب ما هو هذا جزء من العمل جزء أن يكون في عندنا في الجامعات أطر نقابات طلاب للصحافة نقابات هذا كثير مهم ما هو أصلا فكرة أنه هيك بدأت بدأت أننا كيف ممكن ننقل تجربتنا يصير للجامعات والجامعات الطلاباء يصير في تواصل واتصال نقطع اتصال كيف حتى تحصل الطلب على ضطاقات الصحافة من خلال هذا البرنامج يعني صاروا يعرفوا أنه فيه أنشطة فاعلية بالإضافة للدورات اللي إحنا بنسويها للطلاب والطالبات يعني فيه عندنا مجموعة من الخدمات ممكن نستفيدوا منها بس قبل ما أختم فيه مستلحة شخصة بغلى اللي ذيكني أنا يعني اللي هو موضوع الإعلام الجديد والإعلام التقليدي هذا ليس صحيح أنا من وجهة نظري ليس صحيح الإعلام هو إعلام ولكن التقليدي وغير التقليدي هو الأدوات الأدوات اللي هي بتصير تقليدية بس فكرة الصحافة والإعلام كمضمون وكرسالة هي ثابت الإعلام وصحافة واضحة بس الإعلام بنكون عنها إعلام تقليدي أو جديد هو كيف تتبدل الوسائل والأدوات المستخدمة هذا المصطلح أنا شوي بصراحة بزعجني لأنه بالصحيح يعني وحبيت أني أعلق عليه تمام؟ إذا فيه أي شيء ما نسيت أحكي عنه ممكن تذكروني في الأسئلة اللي نتقرأ بتوقع أنه أجاب أجاب على أسئلتكم؟ المصداقية كيف ممكن تراجع مصداقيتكم عند الشباب؟ هذه المصداقية تشتري في عمل نقابي والنقابة حتى هي في بيئة سياسية شوية معقدة في فلسطين وموضوع التقرأة كثير مهم الصورة الذهنية كثير مهم كيف تنبنى الصورة الذهنية الإيجابية كيف تنبنيها وإحنا المشكلة عندنا في فلسطين أن الاتجاه العام للصورة الذهنية السلبية السائدة بنشوف كل شيء بصير سود عندنا بنحاول حتى لو النجاحات موجودة بنحاول ننظر أو فيه ماكينات وجماعات يعني هذا دور الإعلام هل بيصنع هاي الصورة المصداقية والثقة أنا بعتقد المفتاح الأول هو الانتصار والتواصل انت كثير بتأخذي موقف من إشي بتوكي لأنك انت ذهنيا تسامع عنه بس انت مش محتكة فيه زيارتك للنقابة كيف سنتعمل لك مثلا بجزء 24 22 23 خريجة أه طيب أكمل زرط النقابة شو هل اللي انت بنحكي عن فعل النقابة هل فيه اتصار والتواصل دائم تدخل على الموقع تباحهم طيب انت محتاج توصل لهم رسالة فكرة الاتصال والتواصل هي اللي بتزيل 80% من الاشكاليات اللي بتكون اوش انت مش فاهم يعني بتظهن انك انت مش فاهم بس انت تفهم لما تصير فيه اتصال والتواصل المسألة الثانية الحواجز الوهمية بتنهار بفكرة الاتصال والتواصل ستكوني في فلسطين 90% من مشاكلنا بسبب عدم الاتصال والتواصل حتى عم استوى السياسي والقطر السياسية والنقابات حتى مع صحاب العمل صحاب العمل بعتقد ان النقابة معادية مش معادية انا بدافع عن حقوق ناس وزملاء وزميلات لما بصير الاتصال والتواصل بقول لا احنا بحكين فاهمين غلط ففكرة الاتصال والتواصل هي احد الوسائل الفعالة في معالجة المشكلات نهما كانت يعني اكيد وكمان هون دور الشباب انه غير انهم يقتنص الفرص ويروحوا على النقابة يستفيدوا من التدريبات غير انه بيلارة عم تعمل مشروع وعم تدخل على الجامعات فيه النقابة كمان عليها دور انها هي كمان باستثناء دور بيلارة مع النقابة انه دور اخر يعني بيلارة يمكن ان ينتهي المشروع ينتهي الاشي فينا سازم تكمل هذا النمط هذا الاشي اللي عم بصير الاشي اللي احب اقوله في هذه المناسبة ان كل صحفي يجب ان يجعل العمل النقابة هو مشروع الشخصي مشروع الشخصي لانك انت لما تصير تفكر في منطق العمل النقابة انت لح تصير تشوف الصورة مختلفة تصير تشوف ان حتى نظرتك للأكاديميا ولا كيف انها تحتاج الموقع مهمة ومؤسسة كيف تصير نظرتك مختلفة اكيد بدي اختم برسالة منكم للشباب اللي عم بيشاهدونا على التلفزيون رسالة مين بيحب يبلش المسادة الاساسية لكل خريج وخريجة في مجال الاعلام لا تكن طبيبا عاما تخصص في فن من الهنون الصحفية الاساسية وخوض اكثر واكثر في هذا التخصص وابدع فيه هذا سيجعل فارغ كبير في حياتك في المستقبل ستكون مميزا عن غيرك من الطلب الخريجين انا انصح قبل شوي كان في سؤال من احدى الزميلات المستقبليات طالب معنا مشاركة من الجمهور شو بتنصحونا لأي مجالات ننتجة انا انصح اليوم بالاتجاه نحو مجالين مجال الانيميشنز والمنتاج هذا المجال اليوم فيه نقص كبير في السوق الفلسطيني ايضا انصح زملاء المستقبليين وزميلاتي بتوجه اكثر نحو الصحافة الاستقصائية انا اعتقد ان هذه الصحافة هي العمود الاساسي لأي صحافة مساءلة تكشف عن فساد وعن فاسدين وعن غبن ونصب واحتيال وكل هذا الموضوع هذا النمط نحتاجه في صحافتنا الفلسطينية نصيحتي ادخلوا في هذا المجال وتقدموا اكثر فاكثر من اجل تطوير الواقع والحالة الصحفية بشكل عام في فلسطين شكرا مرام انا نصحتي للطلاب انهم يقتنسوا الفرص وانهم يحددوا هدفهم وايش ممكن بالمستقبل يصيروا ممكن يصيروا صانعين قرار ممكن يتوجهوا لمجال اخر اقتنسوا الفرص ويعملوا عنافسكم اكثر كل اي اشي بتلقوه ممكن تستفيدوا منه الواحد بالمية ادخلوا فيه لانه رح يفيدكم بالمستقبل استاذ جمال انا نصحهم يلحقوا شغفهم يلحقوا شغفكم يروحوا لكل شي بتحبوا وحاولوا تميزوا فيه حتى لو كان فيه جزء منه بطالة بس اذا كنت شخص مميز اكيد رح تكون لك فرصة مش غالة نطل على النواقص في سوق العمل لكن ما تروح لانه بس في فجال للشغل هون لازم يكون فيه شغف لانه مهنة الاعلام مهنة فيها فن وفيها ابداع وفيها حرفة وفيها احتراف وفيها حب وفيها جماليات وكتير مختلطة ومرتبطة بالفنون فممنوع يروحها حدا وهو بس لانه يدور على مهنة لازم يكون فيها حب وفيها شغف فإلحقوا شغفكم واجتهدوا فيه وتميزوا فيه وظلوا لاحقوا المستجدات في اي مجال انتو بتختاروا أستاذ منتصر نختم معك المساعدة للطلبة والذي يقول طلبة الإعلام والصحافة نقطين نقطة الأولى فكرة التخطيط يجب أن تضع خطة تكتبها وتلتزم فيها يكون لك خطة لك حدف واضح هذه المسألة في غاية الأهمية لان جزء كبير من عندنا الطلبة ما بيخططوا حتى لحياتهم المسألة الثانية بجزء اختلف انه زميل النزار انا بفكر انه لازم تفكر للشمولي الصحفي الشامل الصحفي الشامل اليوم يعني كثير مهم في جوانب انك تغني تجربتك ومهاراتك تكون عندك تجارب مختلفة وبتقدر انت تقدم خدمات متعددة تمام؟ بس عشان تقدر تصل هذا الموضوع الخطوة يجب ان توسع من تبني علاقاتك يعني مربع مربع العلاقات كثير مهمة بس العلاقات مهنية مع المجتمع ومع المؤسسات ومع الصحفيين كل ما كانت علاقاتك اوسع حصولك على المعلمات وكون اقل فرصك اكثر ابني شبكة العلاقات تبعتك لازم تكون لك شبكة العلاقات لازم تكون ليستة الاسماء والارقام وعنوين المؤسسات وعنوين الصحفيين تكون موجودة حاضرة عندك طبعا العلاقات مش بغرض الواسطة ولا المحسوبية لا العلاقات المهنية انت يكون عندك مداخل لكن المهنية لأي مؤسسة انت يجب ان يكون لديك تعرف بلاش يفهمونه غلط يعني بصراحة لما انت بتيجي انت صحفي خريت تتعليه رئيس الوزراء لكل ايك مش عارف انه فهذه مشكلة او حدا مسؤول بيضبطش انا بقول محمد الاشتاية الدكتور محمد الاشتاية رئيس الوزراء اه في حدا بسأل من الطلبة بس الفكرة اه فالفكرة فالفكرة العادية انه اه انا لازم يكون عندي شبكة انو عندي معلومات اقدر اشتر عليها اه بزبطش معاي كصحفي انا اقول عن حالي صحفي وانا عندي مفتاكل لمثل هال يعني اكيد انا قصص بموضوع التخصصية ان تلمب بكل البنون الصحفي ولكن ان تركز ونصص في فن واحد وتبدأ في مستقبل اللي هي بيكتاجها سوق العمل واللي هي انا باعتقد كمان هي فيها يعني نقص كبير خصوصا في مجال التحقيقات الاستقصائية يعني للأسف الشريط بفلسطين احنا نعتبر يعني مش رائدين فيه ولكن في عنا يعني مش كثير صحفيين مؤتخصين في هذا المجال نقطة صغيرة يعني تصحيح شوي للمفاهيم الصحافة الاستقصائية هي الضروة لعنا الصحفي والصحفي الاستقصائي لا يمكن ان يصل الى مرتبة الصحافة الاستقصائية مدوم ما يمر في مراحل في مراحل وتجارب صحفية تراكم عندها خبرات متنوعة عشان يروح على هذا وهذا هو التخطير المستقبل لا انا تذهب لا انا تذهب لحضركم معنا اليوم الاستاذة جمال القنيس استاذة الاعلام في جامعة برزيت الاستاذ منتصر حمدان صحفي وعدو في نقابة الصحفيين الفلسطينيين السيد نزار حبش الصحفي مدير اكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الاعلامية السيدة والشابة مرام ناصر متدربة سابقة في مشروع تواصل وايضا انت الان على رأس عملك في الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون شكرا لكم جميعا شكرا لكم لطلابنا الاعزاء اليوم معنا بالاستوديو اما انتم مشاهدين شكرا لكم على مشاهدتكم في امان الله اشتركوا في القناة